بالله عليكم لماذا لم تفتح الحدود بين المغرب والجزائر قعدت مغلقة لمدة طويلة وطويلة جدا لعقود طويلة من 94 والحدود مغلقة بين دولتين جارتين ودولتين شقيقتين المغرب والجزائر لماذا أسئلة كثيرة سنطرحها في هذا الفيديو وإجابات ستكون طويلة إذن أولا الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر السبب كما متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات إعلامية مختلفة تارة يلسقون السبب أو يرجعون السبب للنظام المغربي والمخزني وغيرها وتارة يلسقون للنظام الجزائر الكبرانات وللعسكر وغيرهم وفي حقيقة الأمر يجب أن تفكر يا أخي وأختي الكريمة خارج الصندوق أو خارج الإطار المربع الذي يدور حوله الكثير والعديد من البشر لأن هذا الإعلام أصبح يؤثر كثيرا على الشعوب في العالم كله الإعلام قوة كبيرة يؤمنها هذا يقدروا يطلعوا حاجة ويحبوا يهبطوها تاني يهبطوها يا إخواني وأخوتي الكرام إذن السبب لم ولن يكون بين هذا النظامين السبب الحقيقي أن هناك قوة أخرى خارج هذا النظامين التي تسبب في المشاكل بين هذه الدولتين ومن قديم الزمان وعلى رأسهم فرنسا هي السبب في كل ما يحدث في المنطقة وفي إفريقيا عامة في القارة الإفريقية فرنسا ما زالت ولا زالت تتدخل في شؤون البلاد التي استدمرتها في القارة الإفريقية فرنسا رقم واحد هناك بلدان أيضا قوية التي تتحكم في العالم مثل أمريكا وروسيا كل واحد يضرب على مقذافه كما تعرفون أنه هذه السياسة هي تعريف السياسة هو فن الكذب والمصلحة يجب أن يكون اللسان تاعك محدد كما قولوا بالعامية تاعنا كجزائرين ومغاربة وتعرف كيف تلعب بهذا الناس فن الإغواء لمصلحتك الشخصية وتقعد فوق الكرسي واحد ما يقدر ينحيك السبب الحقيقي والرئيسي هم هذا الناس لأننا كبلدان شمال إفريقيا أو أفارقة ضعاف حبينا ولا كرهنا ضعاف أمام هذه الدول قوية ما تقدرش تكون أنت الأسد مع أمريكا أو روسيا أو مع فرنسا لا تستطيع فنحن ضعفاء مسيرون نحن محكمون ولسنا حكام فيفعلون فينا ما شاءوا وهم من مصلحتهم أن الصراع المغرب والجزائري لا ينتهي بينهما ودائما ما تجد أنه يخلقون أشياء جديدة صراع جديد بين المغرب والجزائر بين الدولتين الجارتين الشقيقتين الجزائر والمغرب إذن الشعوب انظروا هنا للشعوب الشعب الجزائري والشعب المغربي لن يستطيع أحد تفريقهما مهما حاولوا كل هذا يحاولوا أنهم يفرقوا بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي ولكن في حقيقة الأمر لن يستطيعوا لن يستطيعوا تفريق هذه الشعوب فتجدوا تعليقات ألف من التعليقات على مختلف الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي تلقاها فتانة أسفلها هكذا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القانوات الكبيرة لتحط فيديوهاتها خاصة في اليوتيوب وتلقى يوتيوبر من هنا وهناك يضربون بعضهم البعض ويشتمون بعضهم البعض ويسبون بعضهم البعض وكل واحد كيف يصف الأخر أشنع الكلمات أو العبارات أشنع العبارات فحسبنا الله ونعم الموكيل فيكم ولكن كل هذا ذباب ذباب من كل أنحاء العالم لماذا؟ لأن ما نشاهده في المواقع عكسه تماما ما نشاهده في الواقع إذن الموجود في المواقع غيره تماما في المواقع في الواقع في الواقع نجد واحد الأخوة واحد المحبة جزائري يذهب إلى المغرب تلقى مرحبين بها حب كبير لخوتهم الجزائريين والعكس صحيح نفس الشيء مغربة يأتون إلى الجزائر فيلقونا ترحاب كبير ونس مضيافين نس ضرف معهم ويعاملهم بحسن المعاملات في الواقع لم ولن نشاهد أشياء سلبية كان البعض والقليل جدا 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 في الواقع حبوا أنهم يفتنوا بهم أمور صغيرة جدا تلقى واحد فقط حرق العالم البلد هذا ولا هذا شخصين فقط من الجانب شخص هنا وشخص هنا إذن هذو هما ما نشوفوش ليهم يا أخونا أخوة الكرام الأمور السلبية هذا الناس تعالفتنا لازم نشوفوهم قاعوا ما نسمعوش بهم وإحنا الغريب في الأمر وعرفينا أننا الحاجة السلبية الصغيرة التمة لنتعلقوا بها واحد فقط در حاجة سلبية على بلد ثاني فنحكموا في تلك النقطة فقط وفي ذلك المشهد ونقعدوا غير التمة ونظوروا غير التمة ولكن ما لازمش نظوروا التمة أخوانا أخواتي الكرام ومليار حاجة إيجابية تسرع بين المغرب والجزائر بين الشعبين هذوما الشقيقين فقليل اللي ينتبه لها وما تديرش البوز وما تطلعش للتندانس زواج مغربي وجزائري ها رجل جزائري ولا مغربي ولا مغربية جزائرية ها ما نلقوش تلك الفيديوهات تلقى رواج كبير وتدخل للتندانس ها ونفرح أنه الأخوة المحبة وسلط الرحم الموجودة بين الإخوة والأشقاء واللي يقول كلمة إن شاء الله ستفتح الحدود بين المغرب والجزائر تلقى الناس في التعليقات يكتبوا لا ليفتح الحدود يجيونا الشر من هذوك الجزائريين وتلقى جزائرينتين بعض الجزائريين في التعليقات هذوك ذو باب ما تصدقوا مش أخوة الكرام واللي مغلوبة على أمرهم واللي مكلخين لهم مكلخين لهم هذا الإعلام وغذوهم بتفكير هذا كتفكير الخامج أنه يقول لك ما تفتحش الحدود يجينا الشر لتمى من المغاربة ما يجيوناش الخير منهم ولا آخرين ولكن هذو ما ذو باب ما تصدقوا مش أخوة الكرام وما لازمش يأثروا عليكم وعلينا خوتنا فقعدوا دائما إيجابيين دائما وفي آخر الفيديو ما حبيتش نطول عليكم العبارة تعنا لتسنوها يا أخوة الكرام خلونا نعيشوا في سلام ووئم